بقى أنا كنت بزعج دكتور أحمد سمير عظيفي العزيز والمكرم بقضايا متعلقة بالبرامج مش بالكتب يعني وبعدين شعرت وكأنه يا أخي ما تقول لنفسك طيب أنا بقعد أفكر معاه بقوله يعني ليه ما كناش نستكمل التجربة بتاعة دكتور مصنع محمودي ما نستكملش التجربة بتاعة دكتور حمد جوهر إلى آخر وزي ما كنا بنتكلم على الهواء على مسألة نيل دي جراس تايسون فبسأل على المسألة بتاعة احنا كنا بسأل على ليه ما عندناش برنامج ليه ما عندناش برنامج بهذا الحجم وبهذا الشكل ونبسط العلوم ونربطها بالقضايا المعاصرة وهكذا يعني هو النقطة الأساسية في المواضيع دي كلها يا قصة الفند يعني يعني في ظنني يعني أنه فيه طاقات ممكن تقدر تعمل الحاجات دي وردي فيه علماء أصلا بقوا بكتبوا حتى كتب للعامة يعني مثلا ومعاصرين على فكرة عندنا دكتور شعبان خليل عندنا فيه كذا حد في كلية علوم بترجم ففيه ناس تقدر تعمل الكلام ده مش لازم يطلعوا قدام الشاشة بس على الأقل هم يقدروا يعملوا برنامج قوي جدا في الموضوع ده فيبقى أنه يبقى فيه إنتاج عنده الإرادة أنه احنا نعمل ده يعني في ظنني هو لو قررنا في يوم في وقت ملاقات أنه يبقى فيه إنتاج يعمل ده فيه اعتقاضي هيتعمل مش بشكل صعب خالص يعني لأنه 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 احنا قريلي عندنا التقاط دي وعندنا الناس دي والناس دي أصلا يعني هي مهتمة بفكرة تبسيط العلوم وبفكرة الكتابة عموما للعامة وفي سبيل ذلك ساعات بيسيبوا يعني أبحاثهم اللي هتتنشر في المجلات لأنه في الناس كتير أو بتنشر في المجلات الدولية ويكتبوا كتاب للعامة تمام فهتخيل حقيق بقى لو إحنا عندنا مثلا برنامج بيقدموا حد لي مثلا خلفية علمية مش لازم يبقى هو وورا بقى التيم ده النهاردة مثلا هنتكلم على ميكانيكا الكامفن فإبقى عندنا حد فريل إعداد ليه تخصصه فيزيا مثلا هنتكلم على حاجة في الكيميا فإبقى عندنا حد فريل إعداد تخصصه كيميا ونربط ده بالفلسفات وورادي الحاجات دي يعني بيتعامل في كتب ومش كتب أجنبية بس مترجمة في حاجات عربية بتكتب يعني عندي مؤلفات من النوع ده هنا في مصر عندنا مؤلفات آه من النوع ده في مصر يعني عندنا مثلا أنا لسه ضارب مثلا بالدكتور شعبان خليل هو الرجل أصلا باحث في الزيئة الطاقة العالية وفي المسايمات الأولية وهو حاجات صعبة جدا هو عامل كتاب اسمه رحلة في أعماق المد ده كتاب عربي ومكتوب بالعربي بالمسطط مش مترجم آه هو كتاب العامة مبسط يعني آه فإحنا عندنا في ناس في ناس كتير مهتمة يعني وبعدين عايز أقول حكي يعني هو عشان ياخد الخطوة دي أصلا أنا عايز أقول حكي أنه يعني أكيد بازال له مجهود كبير ليه؟ لأنه هو بعد ما بيعمل ده هو محتاج يدور بقى على دار نشره ويعني كل ده مجهود مجهود شخصي يعني حاجة فاهمني يعني فيه ناس كتير أو بتعمل الكلام ده وبعد كده تبتدت تدور أو حاجة زي كده أعتقد أنه لو لو فيه جهة ما أو يعني أو فيه إرادة ما يبقى فيه شكل واقفوا الكلام ده بدعم مالي حقيقي أو أكيد طبعا هيبقى فيه وهيبقى فيه حاجة قوية جدا طب وده ده يخيني أرجع لدكتور أحمد سمير إيه اللي شدك لمسألة الكتابة العلمية بطبسيط إيه اللي شدك لمسألة الترجمة العلمية كمان هو أنا أصلا ابتديت الكتاب عموما كأدب يعني أنا ابتديت من سكة الأدب كنت غاوي أكتب أدب وليه مثلا كذا إصدار مجموعات قصصية وروايات في الموضوع ده وبعدين في وقت من الأوقات أنا كنت مشغول بشوية أمور فلسفية ومرتبطة بالعلم يعني أنا من زمان مهتم بالقصة دي قصة علاقة العلم بالفلسفة والعلم ممكن يقول لنا إيه أصلا عن الكون ممكن يقول لنا إيه عن نفسنا ممكن يقول لنا إيه عن الوعي وعن العقل وحاجات زي كده فابتديت أكتب الحاجات دي في صورة مقالات صغيرة وحتى ساعتها ما كنتش بفكر أن أنا هجمعها في كتاب يعني وبعدين كان ساعتها في يعني بتطلع كده أن الناس تعمل زي مواقع الإنترنت يعني بس مواقع بتهتم عموما بالثقافة فاجي حد مثلا قال لي إحنا نعمل موقع وعايزين نبقى فيه جزء علمي طب أنا عندي المقالات دي والله أراها قال لي لأ دي حاجة غيلة ومش عايخي وحاجات كده نشرت مقالة في الثانية ثلاثة أربعة مثلا وبعدين الباقي حسيت أنه ممكن يتجمع في كتابه وده كان أول كتاب لي في العلوم وكان كتاب تأليف كان اسمه لعب مع الكون يعني أنا شخصيا اتخضيت من يعني من التلقي بتاع الكتاب يعني لقيت أنه لا يعني بيجي لي رسائل كتير قوي تشجيع وساعت كمان كان بيجي لي رسائل تشجيع أنا كنت أقلين جدا أن مثلا كتاب يقراء متخصصين فبتدى يجي لي لأ والله أنت يعني عمل طبعا هو كتاب مش متخصص أو في الآخر يعني بس إيه بس بتدى يجي لي لأ أنت عمل شغل لطيف يعني وكويس وأنا شغال في الكتاب ده كان فيه كتاب للشرودينجر اسمه واتس لايف أو ما الحياة الكتاب ده كنت يعني كنت يعني كنت يعني كنت واخده زي مرجع كده أو ريفرونس يعني فبعدين هو كتاب صغير ويغري جدا أنه يترجم وبعدين هو كتاب قديم ورغم أنه الناس بتاخدوا مرجع في حاجات كتيرة مش بس في العربي حتى في الكتب الأجنبية ما كانش الترجم فبعدين قلت طب ما أجرب أترجمه يعني وجربت أترجمه وأنا مش حاطت في دماغي أنا هنشوره فين يعني هيك وبعد ما ترجمته اتنشر وبرضو لقيت يعني رد فعل هايل يعني ومن هنا بقى بدأت الرحلة أنه بقى في مشروع ترجم الكتب علمية يعني أنا دلوقتي بخلص الكتاب وبفكر في الكتاب التاني وزي ما قلت لحضرتك طول ما فيه جهات مستعدة أنها تنشر سواء خاصة أو حكومية وأنا لقيت لتنين يعني يعني عرفت أنشر الكتب دي في حياتات خاصة أو حكومية الدنيا بتمشي بقى لأنه خلص أنا بيتعرف السكة أنا مثلا عايزي الكتاب الفلاني فأنا يا جماعة احنا عايزين ناخد حقوقه فيبتدوا يكلموا لنشر الأجنبي نجيبيه الحقوق وأعمل الكتاب فعارف خلاص أنه هو لو يتعامل هينزل في المطبع وابتدى يبقى فيه كمان إيه إقبال على النواية دي من الكتب ومش أنا الوحدي فيه كذا حد بس مش هتترك الأدب والله بحاول يعني هو المشكلة كلها الوقت بقى يعني إذا سمحت لي إوعا شوف أنا من الناس اللي دايما معجبة بتجارب الأطباء الأدباء طول الوقت وفيه بعض من أصدقائي يعني احترفوا الأدب وكذا يعني فدايما أنا أطباء أنا شافت زي اللي هي دا صحب دا كاترة دا شيء صحب جدا شافت بصحبيني على إيه بس دايما كنت ألاحظ أنه الأدب بقلم الطبيب ليه طعم شديد الاختلاف شديد الاختلاف يمكن أبرز مثال دايما دكتور يوسف إدريس بس حدث أيضا ولا حرج مصر طول الوقت المؤولدة شكرا